هي الجولة العشرون لمباحثات أستنى التي انعقدت في العاصمة الكزخية ليعلن وزير الخارجية الكزخي كنات توميش أنها الأخيرة التي تستضيفها بلاده الوزير الكزخي أبدى استعداد بلاده للنظر في إمكانية استئناف محادثات مسار أستنى بشأن سوريا كبادرة حسنينية إذا أعرب المشاركون في الاجتماعات بصيغة أستنى عن طلب جماعي لمواصلة المفاوضات فيها مع مراعاة تقدم المفاوضات على المستوى الآخر وتطور الأوضاع في كامل سوريا مسار يعلن عن انتهائه وإبراز شروط لاستئنافه بالتزامن مع الاتجاه نحو التطبيع مع نظام الأسد وإعادة تعويمه من بعض الدول العربية ففي وقت سابق أعلن المتحدث باسم وفد المعارضة إلى مباحثات أستنى أيمن العاسم أن المقترح الكزخي بإنهاء مسار أستنى كان مفاجئا وجاء بعد اجتماع وفد المعارضة مع الوفد الروسي والذي لم يذكر شيئا عن الموضوع مرجعا سبب إنهاء المسار إلى التجاذبات الدولية بملفات أخرى على رأسها الملف الأوكراني وأنه سيتم اختيار مكان آخر ترتضيه جميع الأطراف خلال الفترة القادمة لمتابعة المفاوضات داخل سوريا يبدو المشهد أكثر قتامة مع تحشيد النظام لقواته على تخوم مناطق خفض التصعيد في الشمال السوري ولتستهدف قذائفه المدنيين الفرين أصلا من بطشه بعد تهجيرهم من مدنهم ومناطقهم على الرغم من انتفاق سوتي الموقع بين روسيا وتركيا والذي أتى بعد جولات مسار أستنى في شهر أيلول عام 2018 وفي ظل تجاذبات بين الدول المعنية في الشأن السوري ومحاولات التقارب من نظام الأسد وإعلان كازاخستان إنهاء مسار أستنى يبقى النازحون في مرمى مدافع النظام وطائرات روسيا وعلى موعد ربما مع نزوح جديد ترجمة نانسي قنقر